قبل مولد السيد المسيح وفي قرية أنطاكيا أصيب نجار اسمه حبيب بمرض أصاب جلده وقبح وجهه وظل سنوات يطلب من الأصنام شفاء ولكن دون جدوى حتى بلغ من العمر ستين عاما في هذا الوقت أرسل الله لأهل هذه القرية اثنين من الرسل يدعوانهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام التي لا تضر ولا تنفع فكذبهما أهل القرية وأمر حكم القرية قائد جيشه بطرد الرسولين عزز الله الرسولين برسول ثالث إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون وفي هذه الأثناء التقى الأنبياء الثلاثة بالنجار العجوز فآمن بالله خالق الكون ثم طلب منهم أن يدعو له بالشفاء وعندما شفي فرح فرحا كبيرا طاف حبيب بأرجاء القرية يدعو الناس للإيمان وتصديق الرسل ويشير إلى وجهه الذي أصبح جمينا بإذن الله ولكن أمره وصل للحاكم فأرسل قائد جيشه ليهدده بالموت إن لم يكذب الرسل وعندما علم حبيب بأن الحاكم أمر بقتل الرسل أسرع إليه ووعظه هو وحاشيته وحذرهم من سوء العاقبة إذا ما قتل الرسل الثلاثة فأمر قائد الجيش رجاله بضرب حبيب بالأقدام حتى الموت أخذ حبيب يصرخ اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون حتى مات فأدخله الله الجنة وغفر له ذنبه وأكرمه قال يا ريت قومي يعلمون بما غفر لربي ثم أرسل لأهل القرية ملكة فصاح صيحة واحدة أهلكت القرية بمن فيها جزاء كفرهم واستهزائهم بكل رسول يرسل إليهم إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون سيدة متسلطة تعمل بمنصب حكومي كبير ولا تهتم سوى بعملها والندوات التي تحضرها تقريبا كل يوم خاصة وأن زوجها يعمل خارج البلاد ولذلك أهملت ابنتها الشابة منذ الصغر ورغم ذلك كانت ابنتها الجامعية على خلق ودين وملتزمة بطاعة الله وذلك بفضل جدتها أم أبيها التي تعيش معها في البيت والتي قامت بتحفيظها القرآن منذ صغرها وفي أحد الأيام عادت الأم إلى بيتها مبتهجة وأخبرت ابنتها أنها تعرفت على شاب عربي يعمل بدولة أوروبية عن طريق الفيسبوك وقد حدثته عنها كثيرا واليوم طلب الزواج منها وقام بإرسال مبلغ مالي كبير لكي تقوم ابنتها بإجراء تحاليل شاملة فأخبرتها ابنتها بأنها لن تقوم بإجراء أي تحاليل وأنها ترفض هذا الشاب جملة وتفصيلا وعندما تختار شريك حياتها فلن يهمها المال والمنصب بل سيكون على أساس مدى تقربه وطاعته لله وتقواه عملا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض غضبت الأم خطبا شديدا من ابنتها وعندما تدخلت الجدة عاتبتها الأم وقالت لها أنت من أفسدت ابنتي وستضيعين عليها فرصة الثراء والسفر لأجمل بلاد العالم وفي صباح اليوم التالي ذهبت الأم إلى عملها حزينة وأخبرت إحدى صديقاتها بما حدث ففرحت صديقتها ورشحت ابنتها لهذا الشاب خاصة وأن ابنتها تتمتع بحرية كبيرة وتتحدث مع الكثير من الشباب على مواقع النت فأعطتها حساب الشاب لتتواصل هي وابنتها معه وأعطتها المبلغ الذي أرسله لإجراء التحاليل وهي نادمة على ضياع هذه الفرصة تواصلت الفتاة ابنة صديقة الأم بالشاب ووافقت على ما طلب وأجرت كافة التحاليل ثم أرسلت له النتائج فقام الشاب بإرسال مبلغ مالي كبير جدا في محاولة منه لكسب ثقة الفتاة وأهليها وليثبت لهم عن طريق ذلك التصرف مدى جديته في الأمر وبعد أيام حضر الشاب لخطبة الفتاة واستأذن والدها أن يصحبها معه إلى البلد التي يعمل بها لبضعة أيام للتجهيز للزواج فوافقت الأم وابنتها وأتفقوا على موعد الرحيل وبالمطار وأثناء سفر الشاب والفتاة وتوديع أم الفتاة لهما تم إلقاء القبض على الشاب حيث اتضح عن طريق الانتربول أنه من أخطر العاملين في مافيا الأعضاء البشرية وقد جاء لأخذ الفتاة للسفر معه ثم أخذ كافة أعضائها بعدما أثبتت التحاليل صحتها ومناسبتها لعملهم بكت والدة الفتاة وسجدت لله شكرا على إنقاذ ابنتها وعهدت الله بالتوبة والالتزام وتعويض كل ما فاتها من ضياع وبعد عن الله وكذلك فعلت ابنتها وعندما علمت الأم المتسلطة من صديقاتها ما حدث خجلت كثيرا من نفسها وعلمت أن تقوى ابنتها أنقذتها من المصير المجهول الذي كان ينتظرها فعادت واعتذرت لابنتها وجدتها ومنذ ذلك اليوم والأم تواضب على الصلاة وطاعة الله وتهتم ببيتها قبل أي شيء آخر ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون عمر طفل في السابعة من عمره يحفظ ستة أجزاء من القرآن الكريم وأحاديث نبوية كثيرة ويعرف الكثير عن أمور دينه وقد أقنعه الوالدان بأن يصلي الخمس صلوات في المسجد فكان دائما حريصا عليها لا تفوته صلاة حيث فهم أن بركة الحياة تأتي من بركة المسجد والصلاة فيه وأيضا من حفظ القرآن الكريم لذلك كانت كل تحركاته مباركة بفضل المسجد وحفظ القرآن الكريم في أحد الأيام كان يسير في الطريق مع أبيه متجهين إلى بيت صديق للأب وهم في الطريق أشار عمر إلى سيدة أجنبية كاشفة شعرها وقال لأبيه يا أبي هذه المرأة ستدخل النار إنها تكشف عن شعرها لقد قالت لي أم ذلك قال له الأب أسكت يا عمر ولا تشر بيدك على الآخرين في الشارع تأسف عمر لأبيه وفجأة وجد الأب هذه السيدة تقبل عليهما وتسأل الأب ماذا كان يقول طفلك فقال لها الأب إنه يقول هذه المرأة ستدخل النار لأنك تكشفين عن شعرك وديننا الإسلامي يحرم كشف الشعر على المرأة نظرت السيدة إلى الطفل وأعجبت بشجاعته ثم قالت أريد أن أعرف أكثر عن الإسلام هذا رقم هاتفي وأرجو أن تعطيني رقم هاتفك أخذ الأب رقم هاتفها وأعطاها رقم هاتفه ثم شكرت الأب وقبلت رأس عمر وانصرفت وصل عمر مع أبيه إلى بيت الصديق وبينما صديق الأب في المطبخ لإعداد الشاي احتاج الأب استعمال جهاز كمبيوتر صديقه فأخذ عمر يداعبه ويطلب منه أن يشغل له نشيدا ظنا منه أن صديق والده لديه نفس الأناشيد التي يحبها وبينما عمر يبحث في الملفات نظر إلى ملف تحت اسم سفينة البحر فقام بفتح الملف الذي كان عبارة عن لقطة جنسية قدرة فارتعد الأب وتسمر عمر أمام تلك اللقطة فوضع الأب يده على عيني عمر وأغلق الجهاز باليد الأخرى لم يعرف ماذا يقول له ولكن عمر قطع الصمت وقال لأبيه أنت دائما تقول لي لا تصاحب إلا الطيبين فكيف تصاحب هذا؟ قبل الأب رأس عمر الذي انطلق إلى المطبخ وقال لصديق والده هل تحب الله وتريده أن يحبك؟ فقال الصديق طبعا أحب الله وأريده أن يحبني لماذا هذا السؤال؟ قال عمر الكمبيوتر لديك فيه أشياء لا يحبها الله فهم الصديق ما يقصده عمر فضمه إلى صدره وأخذت الدموع تنهمر من عينيه وهو يقول له سامحني يا حبيبي سامحني يا الله كيف ألقاك وأنا أعصيك؟ دخل الأب المطبخ وكان يسمع الحوار فقال الصديق للأب وهو يبكي لقد أهدى ابنك إلي حياتي فذكره الأب بأن الله يغفر الذنوب ويقبل التوبة ثم ترك صديقه وعاد إلى بيته وفي الساعة العاشرة مساء رن الهاتف وكانت المتصرة هي السيدة التي قابلت الأب وابنه في الطريق وقالت له أنا وأسرتي نريدك أن تزورنا حتى تحدثنا عن الإسلام قال الأب لا مانع عندي أنا قادم إليكم الآن ذهب الأب إليهم وجلس الجميع يستمعون إلى حديثه عن الإسلام وقبل أن يغادر البيت أهداهم بعض الكتب التي تتحدث عن الإسلام وأسلمت السيدة وزوجها وأبناؤها وقامت الأسرة بزيارة الأب ليلتقوا بعمر فقبله الجميع وقالت له السيدة شكرا لك يا عمر يا عاشق المسجد والقرآن وشكرا لوالدتك التي أحسنت تربيتك وعادت الأسرة التي أعلنت إسلامها إلى بلادهم وأصبح الجميع دعاة للإسلام في بلادهم ذلك ببركة المسجد وحفظ القرآن الذي حافظ عليه عمر يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهلوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير